السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد في لقاء متجدد من هذا البرنامج الدين والحياة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وفي كل حين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ذل جلالي والإكرام أما بعد فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه موضوع مختلف شوية الإيمان والشكر ولما نتكلم عن الشكر ناس كتير تتصور أن الشكر يعني شكر النعمة وهذا جزء طبعا من موضوعنا لكن أنا أقصد الحقيقة المعالجة نحية في حياتنا ألا وهي الجحود اللي موجود ما بين الناس نقران الجميل ما بين الزوجين نقران الجميل ما بين الأصحاب نقران الجميل من الأولاد لأهليهم نقران الجميل من على من أزدى عليك معروفا والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجد فعليك أن تثني عليه على الأقل أن أنت تقول كلمة كويسة في حقه والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا أنموزجا رائعا في الوفاء وفي الاعتراف بالجميل الاعتراف بأن واحد في يوم من الأيام صنع لك معروفا وإف جنبك فرج كربك سعدك حتى ولو في شيء صغير جدا النبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه امرأة عجوز فقام إليها وأكرمها فقالت السيدة عائشة يا رسول الله تقبل على هذه العجوز ولماذا تكرمها هذا الإكرام إنها عجوز فقالت نبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد كانت تدخل علينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان يعني إن سيدة دي كانت بتزرنا في عهد سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى وحدة صحبة سيدة خديجة قام إليها وأكرمها وأجلسها في مكانه لفت انتظار لفتت أنظار سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأيضا سيدة عائشة تقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة بكل خير فغيرت يوما وقلت يا رسول الله لقد أبدلك الله تعالى خيرا من هذه العجوز فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله تعالى خيرا منها لقد صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله تعالى منها الولد حين حرمني النساء وبالتالي نقطت أنت تبقى معترف أن في يوم من الأيام فلان ده حتى وإن رأيت منه سوءا لو أنت شوف يعني رأيت منه سوء فيما بعد وحصل خلافات ما بينكم يمكن أن تعترف وتقول كلمة الحق أن في يوم من الأيام وقف جنبك في يوم من الأيام ده صنع لك معروفا في يوم من الأيام كان صاحبك في يوم من الأيام كان سرك في يوم من الأيام مرة تخدي شالتك وإنت مزنوق في يوم من الأيام أهلك وقفوا جنبك في يوم من الأيام والدتك ربتك وكبارتك وقفت جنبك نقران الجميل والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في ذلك الحديث المشهور اللي احنا كلنا حفظينه من لا يشكر الناس لا يشكر الله اللي ما بيشكرش الناس على صانعهم في الخير لا يشكر الله تبارك وتعالى ده جانب الجانب الآخر الحقيقة اللي اعتراف بأن المنعم هو الله تبارك وتعالى ناس كتيرة جدا لا تشكر عندها نعم كبيرة وكتيرة وربنا سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم ربنا لا تعد ولا تحصى في سورة الرحمن بنقرأ كل ما بنقرأ آية بعدها على طول فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الاشكالية عند المصريين عايشين في نكت عايشين في نكت يعني ربنا سبحانه وتعالى عطاهم نعمة وعطاهم شيء من الابتلاء فينسوا النعم وعايشين الابتلاء وحسين أن الدنيا كلها عبارة عن كرسة ومصيبة وضحضيرة وحفرة ومشاكل ونسك ووحشة وهكذا وده في حد ذاته يعتبر حرام ليه بقى ليه بقى حرام لأن حالة اليأس وحالة الإحباط وحالة النظرة والنظرة السودوية للحياة نبيه عليه الصلاة القرآن الكريم بداية نهانا عنها ونبيه عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم يعني لا تستدعي أحزان حصلت لحضرتك في الماضي وبعدين تعيش جواها ويتحصل لك حوارات داخلية كتير جدا أن أنت عايشها وعايش أحداثها ولازلت بتكره ناس علشان موقف ولازلت بتحمل الضغينة لناس علشان موقف ولازلت بتحمل الهوى والمشاعر السيئة عشان موقف النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في ذلك يقول استعن بالله ولا تعجز ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ما تستدعيش مشكلة حصلت لك في الماضي علشان تعيش مشاعرها السلبية علشان تعيش الحزن بتاعها علشان تشوف الدنيا من خلالها علشان تشعر أن الدنيا كلها هي مصدتك وكرستك علشان تشعر أن الدنيا ما فيهاش خير أبداً علشان تشعر أن أنت أشقى إنسان في الوجود وفي الدنيا فيه منهج باع عشان تخرج من المشاعر السلبية دي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا هو إيه؟ أن أنت تنظر إلى من هو أقل منك فعلى سبيل المثال لو أنت حاسس أن حزائك مخروم وما عندكش حزاء وزعلان جداً أنت معاكش فلوس تشتري جازمة تذكر اللي ما عندوش رجل خالص تذكر أن فيه ناس ما عندهاش قدم أنت ربنا سبحانه وتعالى عطالك قدم بس مشكلتك أن الحزاء اللي أنت لابسه عايز تغير لكن فيه ناس نفسها في ربع القدم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنا معالج بيها لما تحس مثلاً أن أنت عايز تعمل نظارة وما عاكش فلوس تعمل نظارة لازم تستشعر أن فيه ناس ما عندهاش نظر خالص ما عندهاش نعمة البصر محرومة منه عايزة جزء من البصر اللي ربنا عطهوه لك علشان تشوف بيه تذكر ذلك لما تشعر أن أنت محتاج مثلاً ملابس وما أنتش قادر تشتري ملابس تذكر أن فيه ناس في الأصل قعيدة ومريضة وعلى فراش الموت ومش قادرة تتحرك من مكانها تذكر ذلك ده منهج مهم جداً سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا علشان في كل أحوالك تقول الحمد لله وفي كل أحوالك تقول اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من نظر في دينه إلى من هو فوقه من نظر في دينه إلى من هو فوقه حاول تختلط بالناس اللي على طاعة الله حاول تختلط بالناس اللي عندهم عندهم طاقة وعندهم همة وعندهم حيوية حاول تختلط بالناس اللي بيصالوا الفجر حاول تختلط بالناس اللي هم نشطاء جداً في عملهم حاول تختلط بالناس اللي عندهم طاقة إيجابية من نظر في دينه إلى من هو فوقه اختلطوا بالناس دي ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه ثقافة إذا كنت دلوقتي زعلان على الجزمة المتقطعة ولا مش قادرت تشتري حزاء لابنك تذكر أن فيه ناس ولدها للأسف ما عندهم شي قدم خالص ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه إلى من هو دونه يقول لك والله أنا الحمد لله بصلي في ناس ما بتصليش يقول لك أنا بتصدق وفي ناس ما بتتصدقش بقول والله أنا على أقل بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي ناس كفرة اللي بيعيش الدردة ومن نظر في دينه إلى من هو دونه وفي دنياه إلى من هو فوقه ثقافة ومنطق الناس اللي شافوا قارون في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون وإنه لذو حظ عظيم قال لم يكتبه الله لا شكرا ولا صابرا اللهم اكتبنا من الصابرين الشاكرين الحامدين المحسنين الذكرين يا رب العالمين ده مقياس حضرتك ممكن تقس به نفسك ومقياس ممكن أنت تتبعه في حياتك الخاصة فيما يخص علاقتك بربنا أن ربنا ما أعطكش كل حاجة ابتلاء وديجي واحد بقى يسألك سؤال سخيف جدا يقولك إيه يقولك بص يا شيخ هو زنبي إيه الأطفال اللي يجي لهم سرطان هو زنبي إيه أنا لما يجيلي مرض وحش هو زنبي إيه أنا أنا عملت إيه لما يجيني كرسة ومصيبة الحقيقة ده سؤال المفترض أنه غلط ليه سؤال غلط لأنه أنت وانت الشايف ألا الكرسة وانت ما انت الشايف ألا المصيبة وانت ما انت الشايف ألا المشكلة لا ما انت حطي المشكلة بجنب النعمة يعني هات ورق أو ألم فيما تستطيع حصره حطي الاكتب كده احصر نعم ربنا على حضرتك نعمة البصر الحمد لله نعمة اللمس الحمد لله ربنا عطها لك طب نعمة الشم الحمد لله ربنا عطها لك طب نعمة السمع ربنا عطها لك طب نعمة الذوق ربنا عطها لك هذه النعم الخمسة الأساسية اللي موجودة عند الإنسان فضلا بقى الحاجات التانية اللي انت متعرفهاش سواء ادركتها او لم تدركها او لن تستطيع ادركها او لا تستطيع البشرية ان تدركها وانت عودوا نعمات الله لتحصوها لو كل ده اتحط في ورقة قدامك وبعدين الكوارث بتاعتك والمصيبة اللي مزعلاج اتحطت في ورقة قدامك واوزن الورقتين اعمل ميزان للنعم واعمل ميزان للكوارث والمصيبة اللي انت عايشها بدون واقي حق هتلاقي نعم ربنا سبحانه وتعالى مفيش مقارنة اصلا مفيش مقارنة بكده بقى يبقى السؤال صح كده يبقى السؤال ايه السؤال صح رقم اتنين بحب جاوب برضو على السؤال عشان الناس تفهم ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطيك بيعطيك ابتلاء الابتلاء ده ممكن انت تعرف مقصده وتعرف ما ورائه وتعرف علته زي بالزبط الست اللي عندها مخاض على وشك ولادة ايه عندها مخاض وآلام الوضع آلام الوضع ده يطبر خير ولا شر خير ولا شر لو انت خدت الموضوع على ان المخاض وحالة الوضع وآلام الوضع انه شر وتقولت ليه يا رب بتخلي الست دي تتقلم سؤال غلط انما لو ما تعرف ان دي آلام طبيعية عشان يجيلك افضل مولود طفل جميل وتقول بسم الله ما شاء الله وتفرح به هيكون السؤال صح وتقول الحمد لله نفس النظام لما يحصل فيه قحط وما فيش مية ويحصل فيه رعد الرعد دي مقدمة لوجود غيث والغيث من الغوث يعني الناس بتستغيث بالمية دي عشان ما يموتوش وعشان تحصل عملية الاحياء الكبرى على هذا الكوكب كوكب الارض بيسمى رعد لو انت شفت الرعد بس وما شفتش ما وراء الرعد ده سؤال غلط وتقول ليه ربنا بيخوف الناس بالرعد لا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى كل مصيبة في حياتك كده تأكد اي كرسة في حياتك كده اي حاجة مش عجبك في حياتك كده انظر لها على انها مخاض ولادة منحة جاية بعد محنة رزق من حيث لا تحتسب جاي بعد مشكلة او بعد حاجة انت بتكرهها او ظاهرة بيكرها عايزكم تفتحوا المصحف بس بعد ما نتخلص الحلقة مع بعض علشان تركزوا معايا عايزك تفتح المصحف عايزك تفتح المصحف على سورة الكهف وقرأي قصة الخضر وموسى السورة الخضر وموسى قصتهم ببساطة شديدة ان سيدنا الخضر بيمثل قدر ربنا سيدنا الخضر بيمثل قدر ربنا سبحانه وتعالى قدر ربنا في الابتلاء وقدر ربنا ايضا في النعمة فسيدنا موسى بيمثل الإنسان البشر القصة هي كده يعني تصوير القصة ان سيدنا موسى بيمثل رمز الإنسان اللي هو عايز يحرف كل حاجة في وقت واحد ومش مطلع على قدر الله تبارك وتعالى وعايز يعرفه عشان نرتاح زينا بالزبط هو ليه ربنا قدر علي المشاكل ليه ربنا قدر علي الابتلاءات ومش شايف النعم احيانا ما بيشوفش النعم وسيدنا الخضر عليه السلام هو بيمثل قدر ربنا الاكبر المطلق اللي كله خير اصلا وليس فيه شر فشوفوا بقى القصة مشى ازاي الحوار الاول يبدأ ان سيدنا موسى عليه السلام يخطب خطبة ويقول ويعز الناس والناس تبكي من الوعز فواحد يقول له يا موسى ايوجد من هو على وجه الارض اعلم منك فيقول له لا لا يوجد من هو اعلم منك طبعا سيدنا موسى باتباره نبي فالنبي بيوحى اليه وعنده مفاتيح العلم فاجاب بهذه الجواب فاوحى الله تعالى اليه قال له خلي بالك لا ده فيه باب من العلم البشر ما يعرفهوش وانت في النهاية برضو بشر نبي بشر انت يوحى اليك من اسرار الله تبارك وتعالى لكن بالقدر ايه طيب قال له الخضر وكانت قصة الخضر فسيدنا موسى عليه السلام استأذنه قال له طيب هل اطلب منك ان انا استزيد منك علمة شوف القدر بقى اللي هو في صورة الخضر قال له ايه لن تستطيع معي صبرة مش هتقدر مش هتقدر تصبر ليه لما واحد يحصل له كرسى انه ابنه مات هتقنعه ازاي ان وفاة ابنك ده خير لك لما واحد يخسر فلوسه في السوق ولا في البورصة هتقنعه ازاي وقتها وتقول له ان الخسارة دي خير لك ازاي اما واحد يسقط اما واحد تحصل له مشكلة اما واحد يمرض اما واحد والعياسه بالله يخش المستشفى اما واحد تحصله اي كرسى او اي مشكلة هتقنعه ازاي عشان كده القدر في صورة الخضر بيقول لي سيدنا موسى لن تستطيع معي صبرة وبعد سبشارت بقى ان انت دلوقتي تسمعه بس وكانت القصة بقى انه هو يمر على سفينة فالسفينة اهل السفينة يقوموا يجعلوهم في السفينة عشان يمروا البر الاخر فسيدنا الخضر اللي هو القدر يخرق السفينة طب ده ده عمل مش مفهوم اللي بتلقات يا جماعة مش مفهومة زي برضو الارزاق والنعم اللي بتجيلك فجأة من حيث لا تحتسب ما بتبقاش مفهومة شمحنا بقى حضرتك بتتذكر الابتلاء وهو مش مفهوم ولا تتذكر النعمة وهي برضو مش مفهومة ما هو القدر واحد مش كده ولا ايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كان مريض ربنا شفاه وكم من صحيح وكم من مريض نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عفاك هو دا مش من حيث لا تحتسب ها هو دي مش نعمة برضو ها مش مفهومة نعمة مش مفهومة وابتلاء برضو غير مفهوم فسيدنا موسى عليه السلام اتخض ازاي اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نقرأ قال له مش انا قلتلك لن تستطيع معي صورة فا وبعدين يمر على الغلام هم وبعدين يقتله سيدنا موسى عليه السلام برضو اللي ابتلاء مش مفهوم قال له اقتلت نفسا زكية بغير نفس اقتلت نفسا زكية طفله صغير تقتله انه القدر انت بس هو فيه فيه علة وفيه مقصود وبعدين يمر على قرية يمر على قرية والقرية دول لم ي مضيفهمش وكانت قرية لئيمة والقرية اللئيمة ديت كان فيها جدار يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجر قال هذا فراقه بيني وبينك انت بقى مش حان انا قلتلك لن تستطيع معي صبر حقولك بقى عن الثلاث حاجات الحاجة الاولانية اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة عرفت يا موسى عرفت انت لما ربنا سبحانه وتعالى بيقدر لك اللي ظاهر شر عرفت ان هو من وراء خير بس انت ما تعرفوش عشان كده لازم تسق فيما عند الله اكثر من ثقتك في نفسك طيب طب الغلام قال اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طويانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة طبعا الابوين ما يعرفوش ابنهم مثلي ولا يعرفوهم ربنا حرزوهم ايه زي نحن بالزبط ها وطب والجدار اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا هو ده القدر هو ده القدر عشان كده اوعى تعيش النكد بس ما تعيش المصيبة بس ما تعيش الكارسة بس لازم تعيش حياتك ان رب ان انت في هذه الحياة انت مبتلة اه مبتلة تصبر عشان انت بتسق في ربنا اكثر من ثقتك في نفسك وانت ايضا منعم عليك منعم عليك نعم كثيرة جدا وانت عود نعمة الله لا تحصوها لازم برضو تعيش النعمة وتستمتع بيها ليه لان انت لو عيشت النكد بس وعيشت الابتلاء بس هتعيش حالة القنوط واليأس والحزن للأبد اما لو انت عيشت المصيب على قدها وعيشت النعم واستمتعت بيها هتعيش حالة السعادة والطمأنينة والسكينة فيه ثلاث حاجة بقى ان اخطأت استغفر الله لا ملجأ ولا منجأ منه الا اليه ثلاث حاجات ابتلاك الله فاصبر وارضع انعم عليك فاشكر نعمة الله عشان يزيدك منها واذ تأذن ربكم لان شكرتم لأزيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لا شديد عملت غلط مهما كان الغلط يعرف ان ربنا غفور رحيم بس بشرط تقول يا رب رب العالمين يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الثنوب فغفرت له والله ما احلاها الحياة وانت في جناب الله وفي معيه الله فاصل قصير نعود بعده فابقوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم من جديد النهاردة بنتكلم عن موضوع فغاة الاهمية رقم واحد لا تنكر جميل احد عليك واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب حتى ولو شخص عدوك تعترف برضو بحقه اهلا تنكر ان هو في يومي من الايام اشكره على صنيع قدمه لك نبيه عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس وايضا اتكلمنا في موضوع ان ناس عيشة فقط الاطلاء مش مش عارفة فلسفة النعمة فمن رحمة ربنا هنا انه شرع لنا ان انت تشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى وتقول الحمد لله وشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيكون بتلات حاجات رقم واحد تعترف بان ربنا هو اللي انام عليك دايما في لسانك كده بفضل الله ربنا هو اللي اعطاني ناس كتير بتنسي بالنعم لنفسها وتنسي بالنعم لجهدها والشركاتها والزكاءها والعطاءها والمناصبها وده غلط على فكرة اللي بيعمل كده بياقف موقف قارون لما قارون ربنا اعطاه ماله قال إنما اتيته على علم عندي رب العالمين يقول اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اياك اياك ان تقول ان داب من جهدي لا اقول بفضل الله ربنا وفأني اقول بفضل الله ربنا اعطاني وما اصابكم من نعمة فمن الله زي ما ستين مريم قالت دماء سئلت عن رزقها او عن رزق الله عندها قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حسن قال تعالى اما بنعمة ربك فحدث ما تتدعيش المرض وربنا اعطيك الصحة ما تتدعيش الفقر وربنا اعطيك فلوس ما تتدعيش نعم ربنا عليك والناس بقى اللي خايفة من الحسد يقول لك انا انا ما بقدرش اقول لا انت لا تتطوع ان انت لا تنكر انت لا تنكر ولا تتطوع ان انت تتفاخر يعني لا تتفاخر بنعمة ربنا عليك وفي نفس الوقت لا تنكر عليك لكن اذا سئلت فقل اذا سئلت مش عايز تقول ما تقولش لكن ما تخبهاش ما تدعيش ان ربنا ملوش فضل عليك هذا هو المقصود وايضا لو ذكر اسم الله على النعمة او على الحاجة اللي انت خايف تتحسد لا بتتحسدش الحسد يأتي عندما يكون الانسان في غفلة او في حالة من النشوة الكبر والفقرة على الناس يقول لك انا اخر لابس لابس احدث موديل انا معي عربية كذا انا الى اخيره حالة التفاخر اللي الناس عيشاها هذا لا يجوز بقى حالة من الاحوال ما نتفخرش انت تستمتع بالنعم استمتع استمتع على انها نعمة من الله تبارك وتعالى لكن ما تتكبرش على الناس بيها وصدقوني يا احبابي الانسان الرخيص في نفسه لو لبس اغلى مركات العالم دا مش هينقله الى مرتبة اغلى او يحسن من جودة انسانيته بل في حين ان الانسان الغالي باخلاقه وبقيمه وبعلاقته بربنا سبحانه وتعالى لو لبس حتى مقطع ولبس ارخص شيء في الدنيا مقامه عند ربنا موجود ومقامه عند الناس موجود فالسلع والملبس والمظهر ما بيغليش الانسان ما بيغليش الانسان ما بيخلش قيمته الانسانية اعلى اه بدا هو بس بيظهره ان هو كويس في حين ان انت مطلوب منك ان انت تكون جميل جميل بما افاء الله عليك يكون تكون جميلا بنعم الله تبارك وتعالى عليك والجمال مش مظهر بس خلي بالكم الجمال يا جماعة مش مظهر مش لبس الجمال ثقة في النفس الجمال جزء منه ايمان الجمال جزء منه عطاء الجمال انسانية يا جماعة الجمال خذوها عني الجمال انسانية انسانية الانسان جمال اما الانسان اللي بيتخلى عن انسانيته ما اقبحه ما اقبح الانسان الذي يتخلى عن انسانيته حتى ولو لبس كويس وساكن كويس وفي مكان مرموق وفي مكان مرموق ومشهور وكل حق ولا قيمة له لا عند الله ولا حتى عند الناس العقلاء اللي بتفهم ولذلك المعنى ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حبي يديه لسيدنا عمر سيدنا عمر دخل على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم وكان رسول الله نائما على حصير فيا حبيبي يا قرة عين يا رسول الله سيدنا النبي نايم على الحصير فالحصير علم في وجهه وجسده الشريف معلم فسيدنا عمر بكى اشفاقا على سيدنا النبي وقال يا رسول الله كسرى وقيصر في الحرير والحلل وانت الان تنام على حصير انت افضل الخلق في الدنيا والاخرى انت سيد الكونين انت سيد النبي تنام على حصير ويعلم في جسدك الشريف وكسرى وقيصر في جواري والحلل والقصور والغير ذلك والاموال فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام ابتسامة الموقن المؤمن وقال يا عمر لهم الدنيا حياتهم بتنتهي عند المتعة انما احنا حياتنا كمؤمنين سرمدية ابدية بتشمل متعة الدنيا بما ابحه الله وقفاء الله علينا به وبتشمل متعة الاخرى في الجنة لازم تحس بكده اوعى تستنقص نفسك عشان مش لاقيه اوعى اوعى تستنقص نفسك علشان ربنا ابتلاكم وحسيت ان انت منتش قادر تجيب لبس او منتش قادر تكون زي فلان الفلاني او مش قادر تسابع حد في حياته العملية في حياته المظهرية اوعى تستنقص نفسك انت مقامك كبير مقامك كبير عند الله والجمال في الاصل زي ما قلت لكم مش ملبس ولا مظهر ولا شكل ولا عربيات ولا فلوس ولا عزب ولا اراضي ولا اي شيء الجمال انسانية الجمال اخلاق الجمال اقل فيه المظهر الخارجي اقل حاجة في الجمال هو المظهر الخارجي ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان الله جميل يحب الجمال يقصد الجمال العام مش الجمال بمفهمنا احنا مش الجمال بمفهمنا احنا يقصد الجمال خلق وجمال الروح جمال العطاء وجمال الانسانية وجمال المشاعر وجمال القلب يقصد كل ذلك الله تعالى يحبك وأنت هكذا لكن تبص تلاقي بقى واحد ممكن يكون لابس أحلى المرقات والعالمية والفاشن وذو منصب وذو شحيسية وذو مظهر براقة إلى آخره لكن صدقوني ناس كتيرة كده وتظن أن هي كده وصلت لمقام عند ربنا وعند الناس إنما لا تسوي جناحة بعوضة عشان كده القرآن شن على المنافقين أقل على فكرة أبس أبا بقول المنافقين بقول الكلام ده علشان أقولك تجمل تجمل بقدر ما ربنا أعطاك لكن في نفس الوقت ما تنساش الجمال الإنساني والروحي يعني المؤمن لما ربنا يديه للدنيا آه بجانب الدنيا لازم أساسه يكون نتيين في الإعلقة بربنا وفي الأخلاق وفي الروح وفي كل الشي وفي العطاء وفي الإنسانية آه بقولي الكلام ده ترغيباً يعني وفي نفس الوقت مش عايزك تكون قاعد كده في وقت من الأوقات تحس أن ربنا سبحانه وتعالى حرمك حرماناً كبيراً بسبب أن أنت متشلائي ما تحس الشعور ده خالص الدنيا ديقة والدنيا بسيطة والدنيا سلسة وما تستهلش فنرجع لموضوع المنافقين قرآن شنع على المنافقين من أسباب ذلك في سورة المنافقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم الله تشوفهم تلاقي بسم الله ما شاء الله ناس ووزو حيسية وتفرح لما تشوفهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لما يتكلموا تكلموا كويس جداً كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون ربنا لما بعملك ما بعملكش بمظهرك لكن يعامل الناس لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم سيدنا سلمان الفارس يا جماعة تخيلوا هذا الصحابي العملاق العظيم مقام عند الله وعند سيدنا النبي وعند المؤمنين الكبير جداً سيدنا سلمان الفارسي يوم أن أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطة الخندق أنه يخفر حول المدينة خندقاً حتى يحول ما بين المدينة وبين الأعداء الخطة دي الخطة كانت فارقة في هذا التوقيت لأن العرب كانوا شعرفوها كان ما عليه إزار ورداء كرجل فيه منتهى البساطة يعني من أهل الصفة يجوع أيام عشان يأكل وجبة واحدة أو يشبع يوماً واحداً وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة يا يا رب ده فلان الفلاني فلان الفلاني اللي ملأ الدنيا سيط وغنى وكل شيء لا يساوي جناح بعوضة تعرفين ليه تجملوا ظاهرياً لكن ما كانوا يطبقون الجمال داخلياً بالأخلاق وبالعطاء فاصل قصير ثم نعود بعده فابقوا معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم من جديد الحقيقة جنا شوية أسئلة على الصفحة اسمحوا لي أن أنا أستعرضها مع حضراتكم وزي ما قلت لكم قبل كده ما فيش ثقف للأسئلة أرجوكم اسأله كيف ما شئتم الدين لم يجعل ثقفاً للسؤال ما تقولش لا ده فيه سؤال ما ينفحش يتسئل لا ده سؤال ده لا ده ما ينفحش أقوله لا كل اللي جواك فيما يخص الدين أو فيما يخص الحياة اللي لها علاقة أو حاجة عندك لعلاقة بالدين تقوله تريح نفسك عشان تكون على طمأنينة ويقين واسأل الذي تثق به الذي تثق به والذي يقول من الكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً الإجابة اللي أنت تسمحها لازم تمررها على عقلك ما تخدش الإجابة كده وخلاص لا لابد أنها تمر على عقلك والقرآن على فكرة سجل أسئلة العرب وأسئلة اليهود وسجل أسئلة الناس فجوم سألوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة والأهلة العرب بيعتبروها طبعاً كانوا بيعرفوا بها بداية الشهور وأصفرهم كانت على أساس الأهلة إلى آخرة القرآن يقول ويسألونك عن الأهلة دورة القمر يعني يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيته للناس والحج جوم سألوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح إيه المادة الأثير الموجودة ده عند الإنسان اللي لما تطلع منه يبقى جسة همدة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وسألوا عن القتال وسألوا عن الخمر وسألونك عن الخمر والميسري قل فيهما إثم كبير وملافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألوا سيدنا النبي ماذا ينفقون وهكذا فبالتالي الشاهد أنه ما فيش سقف ليه السؤال ما تقولش لا السؤال ده تافي ما تقولش لا ده السؤال ده ما ينفعش يتسئل ما تقولش لا السؤال ده الشيخ عايز لا لازم تسأل في كل حاجة إذا كان عندك جواك علامة استفهام طيب فيه سؤال وصل لنا واحدة بتقول زوجي دائم العصبية ومش عارفة أعمل إيه وجربت معاه كل الطرق في المعاملة بس هو في بداية الجواز ما كانش كده أنا تعبت وعايزة أطلب الطلاق حلال ولا حرام العصبية دلوقتي ناس كتير جدا مبتلا بيها رجال ونسان فحاولي قبل ما تطلب الطلاق حاولي أن أنت تسألي سؤال تاني أو حاولي أن أنت تحتويه تحتويه لأن الإنسان العصبي بالمناسبة قد يكون طفلا أو بقول لك هو الإنسان العصبي قد يكون الطفولة عنده عالية جدا فهو مش ضغوط الحياة لا يتحملها أو صعب عليه أو بينضغط ضغوط لدرجة لدرجة أنها بتزيد عن الحد وبسرعة فالطفولة اللي جواه بتخليه يعمل كده زي الولد الصغير اللي بيعيط لكن هو ما بيبكيش إنما بيظهر في صورة عصبية مفتاح الرجل العصبي مفتاح الرجل العصبي الهدوء ومسايرته أثناء الغضب مسايرته يا مدام أثناء الغضب يعني ما تجيش واحد في عنفوان العصبية وبكسر وبزعق وبيشتم ومعرفش إيه وترد عليه في نفس المستوى دي مشكلة على طول مشكلة عاطفة مع عاطفة عاطفة سلبية مع عاطفة سلبية فبالتالي البقاء بقى للعقوة أولي وغالبا الرجل بيغلب الست عشان ممكن يضربها أو شيء من هذا القبيل لكن في الحالة دي بقى طاب يا حبيبي اهدى اهدى شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي عامل ايه مع سيدة عائشة مكانة غضانة مسكت القصعة وضربتها في الأرض وقعت الأكل على الأرض ابتسم وقال غارة أمكم لحد ما العصبية تتعدي بتغديه كده من ايده طيب وتفهمي بالراحة هنا بقى بينتقل الإنسان من مستوى العاطفة السلبية اللي هي بسموها العصبية إلى مستوى اعمال العقل نعمل معه حوار في هذا الموضوع اه انا اعتقد ان الكتير من الزوجات اللي بيعانوا ان ازواجهم عندهم عصبية لو دخلوا بالمفاتيح دي المشاكل كلها هتتحل وحنقدر نتعايش لكن اذا بقى الزوج وصل إلى درجة لا تطاق وصل لدرجة بقى يعني هتحصل كرسى وممكن يضرب ويقتل ويعمل المشاوير دي كلها لا حلال ان انت تطلبي الطلاق وما فيش أدنى مشكلة لكن العصبية في حد ذاتها زي ما قلت لحضرتك لها مفتاح وفيش حد ما عندوش عيوب ممكن زوجك اللي عندو عصبية ده يكون أسهل بكتير جدا من يكون عندو عيوب أخرى أنا ما بديكش حكم إنما بديك نصيحة بفتح لك أمور عشان تاخدي انت قرارك لان احنا أنا هنا في البرنامج مثلا على الهواء لا أؤمن بأن الشيخ ياخد قرار لحد ولأن الشيخ مصير حد يكون في إيديه لا لا يجوز بأي حال من الأحوال احنا فقط يا جماعة من أجل أن نساعدكم عندنا معلومات بنقولها لكم ونصائح بنحاول بقدر الإمكان ربنا يفيدكم بيها ويفيدنا بيها قبليكم فقط لغير دي مهمتنا عشان بس ما حدش يظن إن كلمة حلال ولا حرام اطلق ولا ما اطلقش لا لا الموضوع مش كده حضرتك بنقولك بنفتح لك موضوع عشان بعد كده حضرتك تتخذي قرار ايه حكم الدين في الشخص اللي بياخد فلوس من وراء أبوه علشان مش عايز يصرف علي واضح ندي زوجة برضه وبيقول لي روح اشتغل وأنا أبويا ميسور الحال هل ده حكمه ايه طبعا حرامي واحد بيسرق فلوس من أبوه ويصرف على مراته حرامي رسميه لأنه لا يجوز بقي حان من الأحوال أن واحد ياخد فلوس أبوه من وراء أبوه ويصرف على مراته إنما الإسلام أوجب أنه يعمل عملا حلالا ويكسب بالحلال عشان ينفق على نفسه وينفق على مراته هل يجوز إخراج زكاة المال قبل شهر رمضان أطبعا يجوز وأنا قلت لكم قبل كده إن من الأفضل إن إحنا نخرجها في اليومين دول وخاصة في الوقت اللي بتمر فيه تغيرات اقتصادية صعبت على الناس الحياة والأسعار زادت شوية فمحتاجين إن الفقرة نطلع لهم الفلوس من دلوقتي فيجوز قبل ذلك فيجوز أن إحنا نخرج أموال الزكاة قبل معتها إذا كان معتها في شهر رمضان المبارك هل تجوز الزكاة على أولادي أو زوجي إذا كانوا في حالة احتياج لا الزكاة لا تجوز على الأولاد لا على الأصول ولا على الفروع ممكن الزكاة نديها للأختي نديها للأخوية نديها للعامة لكن الأصول والفروع يعني الأب والجد وإنعلى دول لو أصلا محتاجين واجب علينا إحنا كلنا ننفق عليهم وكذلك الأبناء إنما الزوج أديها لزوجتي زوجتك برضو أنت واجب عليك تنفق عليها فمن فعش تديها الزكاة كده الحقيقة انتهت حلائتنا ساعدت بكم خلال ساعة كاملة أدو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا وأن ينفعنا بمعلمنا وأن يزدنا علما إنه لي ذلك ومولاه تحياتي لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى